السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بأبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي على منصف البث المباشر. ومعكم الأستاذ عبيق حسني معلمة الرياضيات ومدربة مادة الرياضيات بالأكاديمية المهنية للمعلمين محافظة بن سويف. أهلا بكم يا أبنائي. سأصحبكم في رحلة جديدة مشيقة من حساس الرياضيات. وعندنا النهاردة الدرس التاني في الوحدة التالتة. طبعا زي ما انتم عارفين احنا بدأنا الوحدة الجديدة اللي هي الوحدة التالتة. الاسبوع اللي فات او يوم الحد اللي فات. النهاردة هناخد الدرس التاني بتاعنا اللي هو خاصية التوزيع في عملية الضر. المرة اللي فاتت في اول درس كان في الوحدة التالتة اللي هي ضرب العداد الصحيحة خدناها بطريقة مساحة المستطيل. نموذج مساحة المستطيل. النهاردة الدرس التاني خاصية التوزيع في عملية الضر. وهنتعلم فيه ازاي نشرح العلاقة بين نموذة مساعة مستطيل هنعرف الفرق بين نموذة مساعة مستطيل في عملية الضرب وخاصية التوزيع في عملية الضرب. يعني النهاردة هنعيد تاني كلمة نموذة مساعة مستطيل واحنا بنشرح خاصية التوزيع في عملية الضرب ونتمكن من الطريقتين. طيب نبدأ كده رحلتنا. لو قلتلك باتخدام خاصية التوزيع اوجد ناتج ضرب اتناشر في او خمستاشر في اه خمسة وعشرين. دك اتنس معاي واحنا بنحل في الخمستاشر في خمسة وعشرين. اول حاجة احنا عايزين نعمل خاصية التوزيع. عايز افهمها. فانا هحلل العدد الاول. احلل اللي هي الخمستاشر واحلل الخمسة وعشرين. طب ازاي? يعني خمستاشر دي عبارة عن ايه? او الخمسة وعشرين لو بدأنا بالخمسة وعشرين. هنحلل العدد الاول باستخدام الصيغة الممتدة? يعني هفك الخامسة الوحديها الاحاد زائد العشرين دي عن طريق الصيغة الممتدة. العدد التاني هسويه واعمله بنفس الطريقة اللي هي الخمسطاشر. اعمله الزائد الصيغة الممتدة. يعني هفكه الخامسة الوحديها 1 زائد العشرة عشر اللي هي الواحد عشرة. كده تمام? يبقى اول حاجة عشان احدد خاصية التوزيع اللي انا عايز اتعلمها النهاردة في عملية الضر ان انا هحلل العددين. العدد الاول اعمله بالصيغة الممتدة يبقى خمسة زائد عشرين والعدد التاني بالصيغة الممتدة خمسة زائد عشر. ونبتدي نعمل عملية التوزيع بتاعتنا زي ما انا هقول لك حالا دلوقتي. هنقوم باجاد النواتر عن طريق. اول حاجة زي ما انتم شايفين عندي العشرة في العشرين. يعني هاخد السهمة من تحت كده لفوق. يعني العشرة العشرين. حل. بعدين هاخد زائد العشرة في الخمسة. اهي. يبقى انا اخدت القصيرين فوق بعضهم فانا اعملت خطير التوزيع ولو عملتهم جنب بعض اعملهم بشكل الاقواص من فوق. فانا هاخد اول اه خانة او اخد اول عدد اللي هي العشرة اضربها مرة في العشرين واول زائد العشرة في الخمسة. طب خلصت العشرة اللي هي منزلت العشرات او السيغة الممتدة بتحتي اللي انا شايفها قدام عناية دلوقتي. اخد العدد التاني اللي هي الخمسة بانت كده ضربت منزلة العشرات. دلوقتي هضرب منزلة الاحد في العددين اللي فوق برضو. اخد مرة الخمسة في العشرين واخد مرة الخمسة في الخمسة. اهي. مرة اخد الخمسة في العشرين ومرة اخد الخمسة في خمسة زي ما نعملت كده بالخطوط بتحتي. هقول لك خمسة في عشرين زائد خمسة في خمسة. وبالتالي كل كورس اجيبنا تكتب. يبقى عشرة في عشرين بكم؟ عشرة في عشرين بميتين. تحتها هي كتبتها. يبقى العشرة في عشرين بميتين. والعشرة في خمسة يبقى بخمسين تحتها وكتبتها. اهي العشرة في خمسة. العشرة في خمسة بكم؟ بخمسين. تمام. زائد خمسة في عشرين بمية. كتبتها. اهي خمسة في عشرين بمية. اهي السهم بتاعها. زائد خمسة في خمسة في خمسة وعشرين. يبقى بالخاصية التوزيع. خاصية مساحة المستطيل او نموذج مساحة المستطيل. نموذج مساحة المستطيل بنكتب القيمة العددية ونشوف لو كانوا رقمين في رقمين بنعمل النموذج مساحة المستطيل على شكل اربع خنات وبنكتب كل واحد في المكان بتاع. اما خاصية التوزيع بوزع العدد الاول بفكه بالصيرة الممتدة بحلله. والعدد التاني بفكه بالصيرة الممتدة او بنحلله بالصيرة الممتدة. ونوزع الضرب على الجامعة وازع كل عدد واضغبه في الخوق اللي فوق او اللي جامله. مرتين. وبالتالي كل نتيجة كورس لما بيطلع بيطلع على الواحدة اهو يبقى الخمسة في خمسة وعشرين. وابتدي اجمع زي ما بنجمعين. خمسة زاد صفر زاد صفر يديك خمسة. والاتنين زاد الصفر هي الاتنين. اتنين وخمسة سبعة. سبعة وصفر السبعة يبقى عندي في الاحد خمسة وفي العشرات سبعة. الميات عندك واحد في الميات زاد اتنين في الميات يبقى تلتمية. يبقى تلتمية خمسة وسبعين ودي النتيجة بتاعة المسألة اللي ابتدينا بها حسيتنا النهار. يبقى انا هتعلم ازاي اعمل خاصية توزيع زي ما انا وقت لكم دلوقتي. هنعمل نضرب كل منزلة من المنازل الاستيغر المتدى اللي انت كتبتها في الكورس التاني على حسب عدد الاركام اللي موجودة عندي. لو رقمين في رقمين هيبقى عندي عبارة عن كورسين. كل الكورس جواه رقمين والرقمين اللي مدرم في بعض اطلع لي اربع اقواص ونطلع على ناتجته. طيب. ندخل على المثال التالي. باستخدام خاصية التوزيع. نسمع بقى السؤال او نشوفه. باستخدام خاصية التوزيع اهي. ونموذج مساحة المستطيل. يبقى طالب مني كم حاجة يا شغطان? طالب مني حاجتين. طالب مني خاصية التوزيع وطالب مني نموذج مساحة المستطيل. ايه وجد ناتج? اللي هي كان في كان بقى اللي هي الثمانية وتلاتين في تسعة وخمسين. اول حاجة هعملها معاك هعمل نموذج مساحة المستطيل بتاع الحصة اللي فينا. اللي احنا تعلمنا المورفين. واحنا بنكتب نكتب على مهنة. فهلاقي هنا الثمانية وتلاتين في التسعة وخمسين. انا اخلي التسعة وخمسين فوق فهكتب في المربع الاول فوق ايه هنا? هكتب المنزلة بتاعتي خمسين. والتسعة في الاحد. اهي. كده العشارات وكده الاحد. بصغر الممتدة. طيب يلا فوق لي العدد التاني او حلل العدد التاني باستخدام الصيغة الممتدة. هتقول ليه طبعا تلاتين والتمانية. التلاتين والتمانية زي ما انا هكتب كده. وابتدي اضرب وكمل النموذج مساحة المستطيل. فاقول خمسين في تلاتين سفرين ينزله ويبقى خمسة في تلاتة وخمستاشر. اهي. يبقى الف وخمسين. هضرب التسعة في التلاتين هتطلع بمتين وسبعين. هدي الصف ينزل وتسعة في تلاتة بسبعة وعشرين. فبكمل باقت النموذج مساحة المستطيل. اضرب منزلت الاحد تحت تمانية في الخمسين. هتلاقيها طلعت صف ينزل وخمسة في تمانية بجميعين تطلع باربعمية. التسعة في تمانية باتنين وسبعين. احسنتم يا اولاد. عافي على اولاد. انا كده حققت نموذج مساحة المستطيل. طيب. من خلال نموذج مساحة المستطيل. هنحقق كمان خاصية التوزيع. طبعا احنا بنجمع كل الارقام او الاعداد اللي جروا. فاحنا هنخلي الجمع كله وهنشوفه بالطريقة اللي هعملها دلوقتي. لو حبيت ان انا اعمل بخاصية التوزيع. هاخد التلاتين اللي برا دي. بالخمسين انت كده عامل توزيع برا. بس هحطوه في اقواص بقى هنكتبهم. يجو داخل نموذج مساحة المستطيل. يبقى نموذج مساحة المستطيل بحدده المستطيل زي ما انتو شايفين رقمين في رقمين يديك اربع خنات. وعندي هنا خاصية التوزيع هاخد التلاتين في الخمسين زي ما انتو شايفين هاخد التلاتين في الخمسين. ادي عشرات في عشرات اللي هو التحليل الاول. وبعدين هاخد التسعة في التلاتين. اهي. وبعدين اقول زائد هاخد الخمسين في التمانية. وبعدين زائد التسعة في تمانية. ويطلع لي اصبع اقواص عن طريق خاصية التوزيع. يبقى تمانية في الخمسين والتسعة في التماني. انا كده حققت خاصية اه اه توزيع وكمان عملت نموذج مساحة المستطيل اللي هو طلبه منك. طيب اعمل ايه? يلا بينا هندغم كل اه رقمين مع بعض. تلاتين في خمسين مطلع عندك جوة مساحة المستطيل بألف وخمسمائة. صحي كده? يبقى قوله الف وخمسمائة. زي تلاتين في تسعة مطلع عمتين وسبعين. صح ولا غلط? اصبوط. يبقى كتب متين وسبعين زائد تمانية في خمسين بربعمية زائد الاتنين وسبعين. اهو جمعتهم هجمعهم هنا بقى افقي لان احنا عملنا خاصية التوزيع. طب انا مبعرفش اجمع افقي اروح عاملها في الهامشين عمدان واعملها رأس. انا هنجمع افقي اتنين وصفر وصفر وصفر. يبقى اتنين. سبعة وصفر وسبعة ارباح تاشر. ربعوا معي الواحد. والواحد هيروح على الاربع. وبعدين هنعيد التسمية. يبقى اتنين وصفر اتنين وصفر وصفر اتنين. سبعة وسبعة ارباح تاشر. اربعوا معي الواحد. الواحد نعيد تسميته على الخمسة المئات. يبقى ستة مئات. زائد اتنين يبقى اه تمانية. زائد اربعة يبقى عشرة. يبقى صفر ونعيد التسمية. نعيدها تاني. يبقى تنين وصفر وصفر اتنين. سبعة وصفر وسبعة. يبقى اربعتاشر. اربعتاشر اربعة معي الواحد عندنا التسمية واحد وخمسة ستة ستة واتنين تمانية تمانية واربعة اتناشر معلش انا قلت عشرة يبقى اتناشر ادي اتنين ومعي الواحد نعيد تسميته على الواحد يبقى اتنين وما فيش اللي هي الالاف دي يبقى تنزل الفين اه الفين متين اتنين واردين وده نتيجة الحل بتاعتي باستخدام خصية التوزيع وباستخدام نموذج مساحة المستفقية يبقى ايه هي الطريقة التانية حقيقة الضرب النهاردة ضرب الاعداد هقول عبارة عن خصية التوزيع بفك نموذج مساحة المستفيل عن طريق الصيغة الممتدة وبالتالي اخد واضرب اه الاقواس في بعض اللي هي اللي كانوا رقمين في رقمين فبعمل عبارة عن اربع اقواس كده احنا انتبهنا لطريقة الايه طريقة التوزيع طب لو خدت مسألة كمان يا شطار وقلت لك باستخدام خصية التوزيع فكزوا معي لو احنا استخدنا خصية التوزيع ونموذج مساحة المستطيل بتمسألة اكبر شوية في المنازل عملت لك تلات اقام في رقمين هتتصرف ازاي او لو رقمين في رقمين بس هنعملها بطريقة تانية لو انا قلت لها بخصية التوزيع ونموذج مساحة المستطيل عايزة الاربعتاشر في تلاتة وتمانين فيه طريقتين يا ولاد ومكتوبة في الكتاب المثال ده مكتاب لما اقول اربعتاشر في تلاتة وتمانين ممكن اعمل يا ميز تلاتة وتمانين ده عشان يجاد والضرب تمانية كبير ممكن افكوا الحكتين يعني ممكن اعملوا بصفية الممتدة بس يعني افكوا بطريقة ان انا استمه يعني التلاتة وتمانين تصبح اربعين واربعين وتلاتة تعالوا نشوف لو عملت نموذج الطريقة الاولى بنموذج مساحة المستطيل وعملت لك كده يعني هعمل ايه بقى هعمل خاصية دلاتة وتمانين لجزئين اللي هي العشرة عملتها اربعين زائد اربعين زائد تلاتة ها كده تمام هتطلح تلاتة وتمانين برضا فخليت لك هنا دلوقتي التمانين دي اللي هي التمانينات بدلا ما اضرب في جدوى الضرب تمانية لا ده احنا عايزين جداول صغيرة فبالتالي فكت التلاتة وتمانين ليه تلاتة وتمانين وهنا اربعين يبقى اربعين واربعين كام تمانين واحط التلاتة في الاحد هنا اصبح العدد في الاساس اللي هو كبير اللي قدامك بتلاتة وتمنى. كده تمام? حل. انا سميتها طريقة اولى. وبعدين هاخد العدد التاني اربعة اعتشر ده عدد صغير. فبالتالي العشر هنا تكتب والاربعة في الاحدة تكتب زي ما احنا متعودين. انا كده صررت او قللت شوية من خيمة الجدوى اللي هاضرب فيه. ايه. دلوقتي لما اجي اضرب يبقى عندي كم خانة هنا? يبقى عندي تلاتة. يبقى تلاتة في اتنين بيكان بست خانات. بقى ده نموذة الجزعة المستصيل. اضرب اربعين في عشرة واربعمية. اضرب اربعين في عشرة بربعمية تاني. تلاتة في عشرة بتلاتين. كده بقى انا اخلصت اللي هي العشرة ضربه في منزل الاعشارات. يبقى هدخل عالم منزلة الاحد اللي هي الاربع. اضرب اربع في اتبعين بمية وستين. اربعة في اسبعين بمية وستين تاني. وهضرب اتلاتة في اتبعها تطلع بلتون عشر. حلو اول كلام اللي احنا اتكلمنا ده. طيب. انا دلوقتي بخلال جدول اللي هو نموذج مساحة المستطيع. ومن خلال التلات اكام اللي انا كتبتهم فوق واستمتهم فوق بالتحليل بسطيغة المتدة بشكل اخر هضربهم في بعضها هتلاقيهم هتلاعوا ستة اقواص صحيح كده? طيب نعمل القص الاول هنقول لها سبعين فعشر لخاصية التوزيع بقى. وبعدين هقول له بين قصية لازم اهم حاجة الاقواص عشان دي اللي بتبين لي لخاصية التوزيع. طيب بعدين هقول له سبعين فعشرة تاني زي سبعين فعشرة هون. بعدين هقول له زائد ثلاثة فعش. كل مجموعة داخل كورس. حلو. زائد. ادخل على مانزلة العشرات وتدrar ربعها لنقول اربعة فعبرين داخل كورس. زائد اربعة فعبرين داخل كورس. زائد اربعة فتلاتة داخل كورس حلو اول. طيب انا هتعلم ايه بقى من هنا? هبتدي هلروح هجيب ايه بقى اللي انت جابها فوفي اللي ايه? اللي انت كل خانة ما ضربتها تلعت لك بقيم. هقوله اربعمية. اربعة عشرة فاربعين باربعمية. عشرة فاربعين باربعمية بالزائد جنبها. زائد عشرة فتلاتة فتلاتين. وده كده قيمة الاقواص اللي انتم شايفينها التلاتة الاولانين. حلو. لما هقول زائد. القوص الرابع اربعة فاربعين بمية وستين. زائد اربعة فاربعين بمية وستين. زائد اربعة فتلاتة بكام باثناشر. وعلى مهلي وانا بجمع. يلا نجمع بالراحة خالص. وهقول له تنقل هي صفر صفر هي صفر 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 اربع اصفار زائد او خمس اصفار زائد اتنين تنزل اتنين في الاحد. هنجمع صفر صفر تلاتة يبقى تلاتة زائد ستة تسعة تسعة وستة خمستاشر خمستاشر واحد ستاشر ده ستة ومعي الواحد هنعد تسميته على الاربعة يبقى واحد فوق الاربعة يبقى خمسة خمسة واربعة تسعة تسعة والواحد هنا مفيش هنا عند التلاتين تسعة واحد هنا عشرة. تسعة واحد هنا عشرة. عشرة واحد كمان هنا يبقى كام? يبقى احداشه. هتطلع الف مية اتنين وستين. هتطلع الف مية اتنين وستين. دي الطريقة الاولى لو انت حبيت تصغل الجدول شوية وتخففه عنك اللو هو تلاتة وتميلة هو الرقم. طيب. طب انا مش هساق مش هساق مش هساق مش هاصغل الرقم ولا حاجة. الطريقتين دول موجودين في كتاب المدرس. طريقة تانية هخليه زي ما هو وهشتغل بقى يبقى في رقمين يبقى ديني اربع خانات في نموز المساعد المستطيل. يبقى من خلال نموز المساعد المستطيل اقدر اعمل خاصية التوزيع لما اجي اضرب بدل ما اعمل رأسي على طول زي ما اخدنا المرة اللي فاتت. لا ده احنا هنكتب تحتها كل رقمين يضربوا في بعض من خلال قوس. وبعدين نجي لنتيجة كل قوس. لو انا قلت لك الطريقة التانية نفس المسألة. راحت قلت لك بدل ما هنكتب الثلاثة وتمانين اجبعين اجبعين تلاتة لا ده احنا هخليها تمانين تلاتة على طول. هذه الطريقة التانية عملت لك الجدول انت هتنشيها بنفس الطريقة اللي هي الخطوات العادية. يبقى تمانين في حتة والتلاتة النحية التانية. والعدد الاساسيات بتاعك التاني يبقى عشرة في الحق العشرات اللي هي واحد عشرات والاربعة احاق. ودلوقتي هندغب التمانين في العشرة اطلع بتمنمية. نضرب تلاتة في عشرة بتلاتين. اه كله كنت بحاول اخفى في الجدول بتاع التمانين. شايفين? اهو. تمانين في مية بتمنمية. طيب. تمانين في اربعة. يبقى هنزل صفر وتمانية في اربعة بتلاتين تلاتين تطلع تلاتمية وعشرين. وتلاتة في اربعة تطلع بتناشر. طب انا عملت لاموزة مساحة المستطيل يا ميس. كمل يلا واعمل لي خاصية التوزيع. يبقى كل عددين داخل القرص وبينهم زائد. يبقى هضرب العشرة في التمانين. يبقى دي القرص الاول زائد. القرص التاني التلاتة في عشرة يديك تلاتين. وهضرب تعديها كده خلصت العدد اللي هو العشرة. هضرب فيها الاربعة. هقول له زائد اربعة في تمانين زائد اربعة في تلاتة. هقول له يسيره. بنفس الطريقة بس هنا هيبقى عندنا خلوا بالكم ده دول ضرب التمانية زي ما انتو شايفين. تمانين في عشرة يديك كام? تمنمين. والتلاتين في والعشرة في ثلاثة يديك كام يديك تلاتين. صح كده? تمام. ده خلنا عليها زائد اربعة في تمانين. بكام اربعة في التمانين. اي ثلاثة في عشرة تلاتين. والاربعة في تمانين اهو. اربعة في تمانين بتلتمية وعشرين. اهو بس هنا التمديل القرص مابيش اي مشكلة. وزائد اربعة في تلاتة يديك كام اتناشر. يلا نجمع مع بعض. لما تيجي تجمع صفر كله وتنين تنزل اتنين هجمع الصفر والاتنين هي original duas اتنين اتنين وتلاتة خمسة خمسة واحد ستة. وبعدين هقول له تمانية زائد تلاتة ينتيك حداشر يبقى الف مية اتنين وستين زي ما حصل في الطريقة الاولى. طلع بالنفس المتيجة بالف مية اتنين وستين. حلوين. ممتازين. بيبقى ديكم مسألة كمان بيقول لك اكمل ما يلي. يلا بينا. اعطيك الجدول وعطيك المسألة فوق وعطيك حاجة نقصة وانت عليك ان انت تكمل الجزء النقص. طيب. هنا لو لاحظنا لقينا هنا العدد كم في كم? قال لك سبعة وتلاتين في اربعة وعشرين. تمام. واعطيك الاجابة داخل نموذج المستطين. يبقى انت المفروضة تعمل خاصية الايه? التوزيع. والسؤال بيقول لك اكبر. يبقى النقص هو اللي هتكمل. اول حاجة هتضرب العشرين في التلاتين ضربناه اهيه موجود. يعني حاجة المفروض هنضرب العشرين في السبعة. صح كده? هضرب العشرين في السبعة. بقى انا راح اكتب هنا كام? يلا اكتب معي. هنا عشرين. احسنته. عشرين في السبعة. حلوة قوي. انا جبت لك مسائل جميلة جدا. خلصنا العشرين. يبقى هنضرب في كم دي بقاتي? هنضرب في الاربعة. لو ضربنا في الاربعة زي ما انت شايف. الاربعة دي هضرب فيها. يبقى هقول له اربعة مرة في التلاتين. زي ما انت شايف كده. يبقى انا هنا اربعة في تلاتين. حلو. ضربتي ده يا ميس. لما تروح الكوص الاخير بالترتيب اللي انت ماشي به زي اللي احنا تعلمناه من اول حصة. هيقول لك اربعة في سبعة مكتوبة. يلا يا شاطر طلع النتيجة. هنضرب ونكتب تحت وبعدين راح نكتب على النقاط فوق. اربعة. اه هنا عشرين في تلاتين. يبقى الصفرين هينزله تحت الكوصة اهو. ادي الصفرين هينزله. واتنين في تلاتة بكام? بستة تطلع بستمية. زائد عشرين في سبعة الصفر ينزل. وسبعة في اتنين باربحتاشر الشطار بيكتبوا بمتازين. زائد هنا اربعة في التلاتين الصفر ينزل. وتلاتة فاربعة بكام? باثناشر. اه دي كده يبقى مية وعشرين. زائد سبعة فاربعة يديك كام? سبعة فاربعة يدينا تمانية وعشرين. برافو عليكم يلا نحل. ونجمع على مهلنا. هقول له سفر زائد سفر زائد سفر زائد تمانية يبقى الاحات بتاعي تمانية زي ما انا بكتب كده. واقول له عندي صفر زائد اربعة يلا اربعة واتنين ستة ستة واتنين تمانية ودي التمانية في العشرة تنزل. اهي. وبعدين هقول له ستمية اللي هي ستة دي مع المية دي يبقى سبعة. سبعة واحد يبقى كام? يبقى تمانية الله. تطلع التمنمية تمانية وتمانين. يبقى الحل بتاعي هروح اكتبه هنا لان هو بيقول لي اكمل. كملت له خاصية التوزيع. كملت له جبت اجابة الناتج. اراح اكتبه فوق هنا تمنمية تمانية وكام? وتمانين. برافو على ولادي شاطرين. عافي عليه. ابخدنا اسألة كمان عن اكمل برضو بنفس الطريقة. اجيب لك فيها اشياء ناصة وانت عليك تكملها. كده تمام? يلا بي. سؤال اللي بعده بيقول لك عندي التمانية وخمسين في اه اتنين وردين. حلوة. طب انا بكتب يا ميس على مهلنا. هتلاقي الجدول هنا بتاع نموذج مساحة المستطيل كامل. موجود الاجابات اهي? هروح بقى اشوف خاصية التوزيع اللي نقص فيها. بنفس الطريقة. هو هنا ضرب اربعين. اللي موجود في الكورس هنا التمانية موجودة. يعني معناها ضرب اربعين في تمانية دي موجودة. حلو. يبقى ايه اللي نقصني? يبقى نقصني الاربعين. اغير بس بالله عشان شوفها. اهيه. زي ما انا بعمل كده. يبقى انا هنا نقصني كام? يبقى هنا نقصني خمسين هنا نكمل لأن السؤال اكمل وليس اجب او اوجد. يبقى منكمل وبعدين نجيب له النتيجة. طيب زي ما احنا متفقين هنضرب بقى الاحاد. لما تيجي تضرب الاحاد على مهلك في الخنتين نقصين. بس بدأ هنا بالاتنين. يبقى معناها هضرب بالاتنين. هروح اقول له انا هاخد دلوقتي الاتنين مرة في الخمسين. اهي. هكتب الاتنين اضربت في الخمسين. ومرة اتنين هتنضرب في التمانية. اتنين في خمسين يبقى ناقصني هنا اتنين. صحيح كده? امتازين. والمرة التانية هقول له اتنين في العدد التاني اللي هو التمانية اللي هي الاحاد. اروح اكتبها هنا على النقط. وبعدين نجمع كل قوس ونطلع النتيجة. لما اجي اقول لك يا ميس واحنا لازل نعمل ده كله ايوة. لان احنا ده سؤال اكمل. فكملت النواقص لسيحنا دكسينا النهار ده عن خاصية التوزيع في عملية الضرب. خلصنا خاصية اي خلصنا مساعدة المستطيل ومنه عملنا خاصية التوزيع. يبقى يلا نتطلع النتيجة عشان ما نسيبش المسأة. آه الصفيرين اهو ما ينزلوا. آه بخمسين فاعبعين يبقى خمسة فاسمعة بعشرين. صف Ber��는 الثالث. بتاع العشرين اهو. واحط اللي اتنين. يبقى كده الفين. زائد اربعين في تمانية. الصفير ينزل. اربعة في تمانية بتنين وتلاتين. يعني النتيجة تطلع بتلتمية وعشرين. الزائد الخمسين في اتنين طبعاً الصفير ينزل. وخمسة في اتنين بعشرة يبقى النتيجة بمية لعقص التالت. القص الرابع اتنين في تمانية بكامية شطار بستاشر. وارح اجمع واقول له على مالك خالص صفر في الاحد وبعدين ستة ننزل ستة اكتب الستة هنا وبعدين اقول له اتنين صفر واتنين اتنين اتنين صفر يبقى اتنين اتنين وواحد كام هيديك تلاتة وبعدين هنمسك خمتة المية صفر ادي الصفر مع التلاتة تلاتة تلاتة واحد اربعة ما فيش حاجة تاني في العدد التالت يبقى الرابع فانزل اربعة وبالتالي يبقى عندي منزلة الالاف اللي هي الالفين دي هتنزل هنا تبقى الفين اربعمية ستة وتلاتين ودي نتيجة المسألة يبقى الفين اربعمية ستة وتلاتين اكتبها تاني كده على النقاط بتاعتي الفين اربعمية ستة وتلاتين اهو كده بقى الإجابة بتاعتي. واطلع فوق واكتبها في الاكمل بتاعتي آآ الفين وربعمية. هكتب الالفين حالا. ادي الالفين. ادي الالفين وربعمية ستة وتلاتين. الفين وربعمية ستة وتلاتين. حلوين يا ولاد. شطار. طيب ناخد مسألة كمان ونبتدي نشتغل فيها. لما يقول لي اكمل ما يلي. لما يقول لي اكمل ما يلي. ونذكر بقى في المسألة اللي عندك دلوقتي. بيقول لك ستة اللي هي ستة وعشرين في اربعة وتلاتين. ستة وعشرين في كامل يا شطار. ستة وعشرين في اربعة وتلاتين. هنركز مع بعضينا ستة وعشرين في اربعة وتلاتين. مكتوب هنا جزء من نموذج مساحة المستطيل. وبالتالي عليك انت تكمل. طيب. هنقول هنا العشرين في التلاتين طلعت بستمية. كده تمام? حلو اوهن. كده. حلو. اضرب بقى ستة في تلاتين. اضرب ستة في التلاتين. يبقى الصفر ينزل نكمل هنا الجدول اهو. ستة في تلاتة بكام يا شطار بطمانتاشر. اهو الصفر ينزل وستة في تلاتة بطمانتاشر. تطلع النتيجة بتاعتي بكام يا ولاد بمية وتمانية. ممتازين. طيب. يلا نكمل النموذج مساحة المستطيل بتاعنا. واقول له احنا دلوقتي هنضرب العشرين في الاربعة. لان الستة في اربعة مكتوبة بكام باربعة وعشرين. يبقى انا اللي ينقصني هنا في الجدول. اللي هي ستة في كام? اللي هي اربعة في كام في عشرين. نقصني دي. اربعة في عشرين. يبقى الصفر ينزل. واربعة في اتنين بكام? اربعة في اتنين بتمانية. يبقى تطلع النتيجة بتمانية. طيب. نكمل المسألة بتاعتنا بنفس الخطأ. على طول يا ولاد هروح اكتب له تلاتين في عشرين. يبقى انا هعمل خاصية التوزيع. هقول له تلاتين. اهي. داخل كورس. التلاتين زا في العشرين. اهي. حلو كده. تمام. اهي دي خاصية التوزيع. واقول له زائد. واقول له التلاتين هتضرب في الستة. ببدأ بالتلاتين اهي. ادي التلاتين. وهضربها في ستة. على مهلك خالص. هناك حاجة. غير ان احنا على مهلكة في الضرب عشان الاركامي تطلع صحيحة. وهضرب بقى خانة اللحاد اربعة في العشرين. ادي الكورسين التانيين هنعمل الوقت الكورس الاول. هقول له اربعة في عشرين. اربعة في عشرين. اربعة في عشرين. اهي. واعمل الكورس بتاعي. واقول له زائد. واربعة في الستة. هكتب اربعة في ستة. زي ما انتم شايفين. ادي الكورس الاخير اللي هو نهاية الاحد في الاحد واقول له يساوي ويلا بينا نضرب ونطلع النتيجة النهائية. عشرين في تلاتين يبقى الصفرين ينزلوا. صفرين عندك في مسألة الضر يبقى اصفار تنزل. اهي. اتنين في تلاتة بكام? اتنين في تلاتة بستة. تطلع النتيجة ستمية. تحت الكورس التاني واحنا بنضرب على مهلنا. صفر ينزل صفر ستة بصفر. ستة في تلاتة بكام? ستة في تلاتة بتمانتاشر. هما مضربين فوق في نموز المساحة المستقيل على فكرة. زائد. زي انا هنا بنضرب تاني ما فيش اي مشكلة. عشرين في الاربعة. الصفر هينزل. واتنين في اربعة بكام? واتنين في اربعة بتمانية. واقول له زائد. اربعة في ستة بكام يا شطار باربعة وعشرين. عفي على ولاد شطار. يلا يا ولاد نجمع الاحات. سفر وصفر وصفر واربعة. يبقى هننزل لعدد اربعة في الاحات. هناخد العشرات. سفر زائد تمانية التمانية. تمانية وتمانية ستاشر. ستاشر واتنين يبقوا تمنتاشر. يبقى التمانية. ومعايا الواحد. الواحد هيروح يوقف عند الستة. يبقى سبعة. سبعة وواحد. تمانية. فيش حاجة تاني. يبقى هتنزل التمانية. وتصبح النتيجة تمنمية اربعة وتمانين تطلع النتيجة ثمنمية اربعة وتمانين. ايه احنا كده هكام اربعة وتمانين انا عندي هنا ستمية زي ما احنا قلنا نعيد تاني الجامع هدي سفر صفر اربعة ينزل. ويه السفر والتمانية سفر وتمانية تمانية تمانية وتمانية ستا Share sotta Share اتنين تمنتاشر تمانية ومعي الواحد واحد وستة سبعة سبعة واحد تمانية وبالتالي هتطلع تمنمية كام تمنمية اربعة وتمانين. حلوة اوي. هطلع فوق واكتب كام تمنمية اهي اربعة وكام يا شطاط اربعة وتمانين. حلوة اوي. انا عملت ايه بقى منها ده? اخدت درس جميل جدا. اخدت درس اسم خاصية التوزيع في عملية الضرب. بتكملها للدرس اللي فات احنا الدرس الاول في الوحدة كان بيتكلم عنا موضع جزاحت المستطيل وتعلمنا ان احنا نحل مسائل ضد من خلال نموذج مساحة المستطيل. النهاردة تعلمنا ان احنا ناخد خاصية التوزيع بناخد بنحلل العدد الى الصيغة الممتدة بالصيغة الممتدة سواء العدد الاول او العدد التاني ونبتدي ناخد عدد عدد في بعضين ونعمل اخواص ودي اهم حاجة في خاصية التوزيع ان كل عددين بتضرب ويبقى لازم بقى داخل ايه? كوز. بالتالي هي دي خاصية التوزيع. النهاردة اخدنا مسائل عن خاصية اللي هي استخدام نموذج مساحة المستطيل او من خلاله قدر تعمل عملية ايه? خاصية ايه? التوزيع. كده لكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. اتعلمنا فيها العلاقة بين نموذج مساحة المستطيل زي ما انتم شفتو في عملية الدرج وخاصية التوزيع في عملية الدرج. وإلى هنا قد انتهينا من حلقات اليوم. كان معكم مستاذ عابير حسني احمد معلمة الرياضيات ومدربة مادة الرياضيات بالاكاديمية المهنية للمعلمين محافظة بنسويف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر